مرحبا برج السرطان هذه قراءتك العاملة برج السرطان في عرض كأنما تريد ان تقبله بشكل سريع عرض عمل او عرض فرصة وظيفة تريد ان تقبله من اجل ان تستقر بسرعة كأنما انتوك يعني مستعد ان تدخل في هاي المشروع او هذا العمل وتريد ان تنجز تنجز بشكل سريع ولكن اهني يقولك احذر بان تختار الغصن الصحيح لان عندك الغصن الصغير مقابل الغصن الاول اكبر وافضل الافصان كأنما اهني استعجالك بان تقبل اول عرض يدق بابك في الوظيفة او حتى في المشروع اول فكرة تخطر على بالك على طول تروح تنفذها هذا شيء جدا غير جيد لك تأنى واخذ وقتك لان خلف اذا انتظرت شوي خلف هذا العرض البسيط الذي لا يليق في مستواك اللي ما راح يعطيك الاداء اللي انت ترغب فيه راح يكون بداية ولكن ما راح يعطيك كل السعادة كل الشغف الاستقرار تحقيق الذات تحقيق الذات ما راح يكون في هاي العمل وان كان وظيفة سريعة اولية وان كان مشروع تريد ان تبدأ فيه لان احسك مستعجل على البداية تريد ان خلاص تبتدي تدخل اموال او تنجز في مقر عملك وهاي النوع من البقاء هنا يقولك انتظارك شوي لفترة بسيطة راح يأتي في دربك شيء افضل اكبر الغصن الاول هو البداية الجديدة اشارة الذهب اشارة الخضراء اشارة اللي انت عن طريق العرض الثاني العرض الافضل راح تحصل على كل ما تحلم فيه في الحياة احتمال ممكن حتى يكون في النهاية يقودك الى عرض الزواج ممكن جدا ولكن في البداية هذه الفرصة العمل الجديدة الاكبر كأنما انت هناك قاعد تقارن سمكة صغيرة بعرض مستوى حوت في اختلاف جدا في الحجم في اختلاف في الاداء وفي النتيجة اللي راح يعطيك اياك العمل او كل مشروع احذر كن جدا حذر في الاختيار هنا الرسالة لك بان ما تستعجل خلك ملتزم بمعاييرك معتقداتك انت ماذا تستحق وماذا ترغب فيه هنا يتكلم لك ايضا طاقة النار عن طاقة الرغبات لا تقبل بشي انت ما ترغب فيه مجرد عشان تعمل او عشان تبتدي في حياتك العملية عندك ملك الارض تحت الغصن الصغير سبعة الاغصان بالضبط انت يجب ان تقف هناك انما في اختبار لك يا برج السرطان في الناحية العملية والمالية في حياتك الشي متوفر عشانك ولكن في اختبار هل ستحارب من اجل ما تريد من اجل ما تحب من اجل ما تحلم فيه او ستقبل بالحلول السهلة الحلول الوسطى الحلول اللي مجرد تضيع فيها وقت او تقضي فيها الوقت لانه هنا يكون حذر اقول لك لان الشيء احنا نعتبره مبدئي او مجرد رح نظل فيه بطريقة مؤقتة ينتهي بين الامر ان نظل فيه عمر طويل شي بسيط اتحول لملك الارض وان كان شوف هنا مو مشكلة انه مراح يعطيك المردود المادي العمل الاولي فيها ايضا خير وبركة ولكن احنا نتكلم هنا عن المردود المادي مقابل مردود المادي في نفس المستوى او افضل ولكن فيه سعادة لك ان تجد نفسك في العمل الثاني راح تقول لي ما هو العمل الاولي وشلو نعرف ان العمل الاولي اللي ارفضه والعمل الثاني اللي اقبله العمل اللي تحس ثقيل شوي على قلبك مو هو رغبتك اللي تحس فعلا رغبتك ينبع منك لو انت عطوك الاختيار ستختار هاي العمل هاي المشروع هاي الفكرة اللي تجد فيها نفسك تحبه شي في مجال انت تحبه كأنما الاول ايضا مردود المادي تمام ترا فيه دخل فيه موارد ولكن انت راح تبدأ بشكل مؤقت راح تبدع فيه وبسرعة راح تتدرج في الاوضاع المالية بسرعة راح تتدرج في المنصب لدرجة انك راح تنضج بسرعة تحصل على مرادك المادي ولكن هني سعادتك يتكلم لك عن طاقة الماء طاقتك الخاصة سعادتك يجب ان تحارب من اجلها كأنما هني يقولك لا تقبل العمل اللي فقط يعطيك مردود المادي ولكن انت غير سعيد فيه راح تكون بامامك فرصتين في المستقبل هني يطلب منك الالتزام بشأن ما تحبه عشان انت ما يتهي بك المطاف بعد كم سنة موجود فيه عمل تكرهه ولكن الاموال او المبلغ المادي الراتب المشروع حتى المردود المادي منه تمام فرح تضطر انك تبقى فيه وتتندم ان هذا النوع من القرار ما اخذته بوقت باكر هاي النوع عندك من الطاقة انه من الحين داما انت في بداية المشوار من الحين اختار الشيء اللي تحبه المردود المادي سيأتيك بغض النظر عندنا طاقة الارض موجودة بقوة المردود المادي راح يأتيك بغض النظر ولكن هني المطلوب منك ان انت تختار ماذا تحب لا تختار الحلول السريعة في حياتك العملية اللي بعدها راح ننظر الى الجانب العاطفي طبعا هذي راح تكون قراءة بشكل سريع قامة نظرة سريعة الى الجانب العاطفي القراءة العاطفية المبصلة راح تكون خلال شهر مايو راح اسويها للعزاب والمتزوجين والمنفصلين كل واحد على حدة عشان القراءة تكون عندكم واضحة ودقيقة ان شاء الله جانب العاطفي عندك قلق تخاف ان الحبيب نساك او غير محتاج لك برد السرطان هل تخاف ان الشريك عندك خوف ان الشريك يعرف وجدا مستعد ان يعيش بدونك هل عندك خوف ان ينساك لان طاقتك ان الشريك واضح معك في الفترة القادمة او حتى السابقة مش واضح في عدم نضوح انت لحد الان مش عارف الارض اللي تقف عليها مش متأكد هل احنا منفصلين هل احنا مع بعض هل في امل لحد الان وضعك غير واضح معه هذا يخليك انت جدا قلق تفكر كثيرا كأنه ما صار عندك هوس تريد الخاتمة هني مو شرط انك تريد الحل كثير ما انه تريد ان تعرف اتصل الى صلب الموضوع الشريك هني ناجح او جدا شاطر في ان يضع واجهة دائما يعطيك واجهة دفقة الغرور الاستقلال اللي انا ما احتاجك اللي انا ما راح يكون من جانبي اي بوادر هاي النوع من الطاقة ولكن في حقيقة الامر مخبي شوية امور مخبي مشاعر مخبي ان انت ايضا في باله يعني هو في بالك كقلق وانت في باله مخبيك يعني ما قاعد يراويك او يعرض عليك او حتى يبين لك انه هو يفكر فيك او يراك او عين عليك كأنه ما تظاهر انت هنا واضح في طاقتك تفكر فيه تنغب بان تكونون في التقاء لان عندنا كرتين كأنما قاعدين خلونا مش واضحين مش واضحين احنا مع بعض شنو ما صير العلاقة هاي النوع من الطاقة انزل اول شي الحبيب قاعد يستخدم كل ذرة القوة فيه كل ذرة قوة كرت القوة كل ذرة قوة قاعد يستخدمها عشان يعطيك هذه الواجهة عشان يروض نفسه يسيطر على نفسه يسيطر على نفسه ان الامور اللي مخبيها ما تطلع انت عندك قلق من ان يكون راسم على شخص ثاني او في باله شخص ثاني او ان يكون مخطط مستقبل مع شخص ثاني قاعد يستثمر الشريك مع شخص ثاني ولكن في حقيقة الامر هذا الشخص مخبي شنو مخبي مخبي عشرة الاكواب عند الكثير من الطموح والرغبات قاعد يحاول يرتبهم في حياته حاليا حط اولوية يرتب الاكواب راح ابتديه مثلا اول شي بالعمل بعدين بالدراسة بعدين راح ابتدي اوفر هاي النوع من الاولويات توا قاعد يرتب فكأنما لا يريد دائما لما نشوف مش شرط ان يكون برج ناري ممكن ولكن لما نشوف ملكة سنار دائما معناتها انا ما اخذ الكنترولي الحين انا اعرف ماذا افعل وانا عندي استقلاليتي واريد ان ارتب الامور على كيفي على مزاجي بعيد عن توقعاتك انت يا برج السرطان بعيد عن توقعات اي احد عنده هاي النوع من الطاقة عنده سيطرة على النفس خلال الفترة القادمة لانه يريد ان يصل لشيء معين في باله يريد عنده نقص دائما لما نتكلم عن الاكواب ووفرة الاكواب معناته العكس هو يشعر بالنقص النقص في ماذا ممكن تكون امور كثيرة في المال في الوفرة في الاستقرار في الحياة بشكل عام جوانب وايدة هو يحس بالنقص فيها يحس ايضا ان اهوه انسان ما ينحب بسرعة شريكك يحس انه عنده مشكلة وازمة في ان يثق بالحب نفسه عنده هاي النوع من الطاقة انت المطلوب منك من الناحية العاطفية انه تكون مثل ما اهوم سيطرة هني بكارت برج الاسد ان تكون عندك ايضا نوع من السيطرة على مشاعرك الامبراطور والامبراطورة معناته في نوع من الشراكة في نوع من التقابل التكافؤ نعم بس في نفس الوقت الامبراطورة تحتاج الامبراطور عشان يستطيع شريكك ان يحقق الوفرة في حياته هو في النهاية ما راح يستطيع راح يكتشف هذا الشيء بالطريق الصعب ما راح يستطيع ان يوفر لنفسه بنفسه كل شي يتمنى دائما راح يكون في اشياء ناقص عنده فهو هني كأنا ما يقول لك خل الامور تمشي على راحة خل الامور تمشي علىها حسب مزاجه حسب تخطيطه انه راح يكتشف بعدين بالطريقة الصعبة ان التفكيره كان خطأ خلك هني مطلوب منك الجمود دائما الامبراطورة يعني للثبات عدم اصدار ردة فعل معناته هل انت لما تطلع عندنا كارت شدي معناته هل انت يا برج السرطان سريع التفاعل معه يسوي شدي ترد عليه شدي تشوف مننا حركة بسرعة تروح تحاول تفسر شنو معنى الحركة بعد تحاول بسرعة تيب اخبار تتحرك تعرف مصير علاقة الامبراطور تقريبا يشابه كارت العالمة في جوانب معينة الامبراطور صامت وثابت مو سريع ان انت استفزه مو سريع خصوصا لما الشخص او الشريك اللي قاعد تتعامل معه ما عندي نية قريب ان يبصح عن مشاعره يبي يسوي الامور على طريقة الخاصة في الوقت الحالي هذه هي الرسالة لك رح ننظر الى الجانب الصحي والقانوني رح ننظر الى الجانب الصحي والقانوني برج السرطان اذا عندك مشكلة او وجع معين حن الوقت ان انت تبحث عن التعافي لظل تعطي الاخرين عطائك بكثرة في الفترة السابقة والحالية قاعد يؤثر على صحتك انت محتاج لوقت استرخاء اذا عندك مشاكل معينة حتى عوارض بسيطة صحية حان الوقت ان انت تأخذ بريك بقعد تعالج الامور اللي عندك فكأنما هني رح يكون عندك فترة فترة انت تتعامل فيها مع اهمالك لنفسك لفترة طويلة لا تخلي الامور تتراكم دائما حاطب على كوبك صافي لا تخلي الامور تتراكم فيه امور مثل الصحة مثل اسلوب حياتك هني اشوف دائما كرت العالمة يعني لي الامور المتعلقة بالقلب اذا تحس بنغزات في القلب او عدم انتظام دقات القلب عدم كهربة القلب ايضا تحس فيها مشكلة حان الوقت ان اي عارض تعاني منه في هاي الجانب اذا كان جاد ان انت تنظر اليه تذهب الى الطبيب تفحص الموضوع لانه كأنما هني رح تمر بمرحلة مطلوب منك تغيير شامل في اسلوب معين اهني دائما يتكلم عن التغيير اللي نبتدي فيه الحين ونظل مستمرين فيه لفترة طاويلة هذا الشيء اللي رح تسويه او المطلوب منك عشان تعالج هاي المشكلة ما يروح بين يوم وليلة فالمطلوب منه حين تبتدي تعالج الموضوع وتنظر اليه تعطي وقته وحقه اشوف الموضوع اكثر متعلق بمشاكل في القلب او حتى التنفس ولكن القلب اكثر لان دائما العالمة هي الانسان اللي تكتم تتحمل الكثير مثلك يا برج السرطان لحد ما يشتر بالحمل ننظر الي الجانب القانوني برج السرطان في الفترة القادمة احرط ان انت ما تدخل في اي مشاحنات مع اي احد او حتى مناقشات لا تدافع عن احد ولا تقف ولا تأخذ جانب احد في اي نقاش لان الموضوع رح ينقلب عليك انت اللي راح تخرج من المولد بالحمص مثل ما احنا نقول رح يقع الخطأ عليك وانت اللي راح تقع تحت الحساب وان كنت ان قاعد تسوي الشي بنية صافية مثلا قاعد نوع من مثلا مثلا ان انت اخذ بضاعة او شنطة صديق حمولة صديق تعطيه لصديق ثاني او توصل الى عميل معين اهني انت تحمل مسؤولية قانونية يجب ان تعرف ما هو ما هو الشي اللي انت قاعد تشترك فيه كأنما انت هنا قاعد تدافع او تساعد تساهم في مساعدة شخص ولكن هذا الشخص رح يدخل في المشاكل قريبا فكن حذر انت اللي راح تقع تحت الحساب لان يقولك القانون لا يحمل مغفلين احرص ان انت ما تدخل في شؤون الاخرين وان انت اي احد يطلب منك مساعدة انت اللي لازم تدافع عن نفسك ما في احد راح يقف مكانك انت اذا طلبهم منك مساعدة في ان توصل بضاعة معينة تقوم بعمل معين عشان تساعدهم الاشخاص اللي حولك الاصدقاء خصوصا زملاء العمل لا تتحرك باي شكل في الفترة القادمة ان انت تكون في موضع مسائلة قانونية هذه هي الناصحة لك لان ملكة السيف في النهاية راح ترى ملك الاكواب انه هو خاطئ وان كان سوى الشيء بنية صافية بس في النهاية راح ينقلب الموضوع عليك انت وفي النهاية تحاسب محاسبة الخاطئين فكن حذر لا تاخذ بضاعة من عند احد لا تشترك في شيء انت مو فاهمنا بحذافيرا للجانب اللي بعده راح نرى يا برج السرطان من القادم في طريقك وما هي الاخبار القادمة في طريقك لما اقول من القادم في طريقك ترى مو شرط معناته شريك او حبيب ممكن يكون اي شخص واي نوع من العلاقات لا يكون تفكيركم فقط عن العاطفة اول كرت اوكي نفس الشخص اللي كان على الجانب القانوني هو قاعد يظهر عندك هنا القادم في طريقك القادم في طريقك هي مصيبة كأنما هنا نصيحة لك ان انت تخرج نفسك منها قبل ان تحدث مصيبة لان الاشخاص اللي راويتك اوكي اهم شوي من الجانب القانوني هذي اللي الاشخاص قاعدين يساوون بامور مشبوهة وهم يعرفون ماذا يعملون بس انت ما عندك معرفة انت ترى الناس كلهم طيبين مثلك ترى فيهم النور الصفاء الاخلاق بس اللي باتعرفه ان في جانب ثاني في كوب وراها الكوب برج السراطان القادم في طريقك هو شخص شكاك شخص ما راح يتفهم او يراعي ان انت سويت هذا الشيء بنية طيبة احتمال جدا انه ممكن يكون في العمل او شيء رسمي فيه طبيعة عملية هذا الشخص ما راح يعبر نياتك الطيبة حاول ان انت تكون متوازن ما تخسر الاشخاص اللي في محيطك وفي نفس الوقت ما تدخل في اعمالهم ما تدخل في بزنسهم في اعمالهم في تجارتهم توصل بدالهم بضايع تقوم بالكلام من اجلهم تدافع عنهم مطلوب منك ان انت اللي تكون تخلي نفسك في السيف سايت او في الامان في الفترة القادمة لانه عندك شخص مسؤول عن الموضوع وهو اللي كأنه ما راح يكلبش او يقبض على هذلك الاشخاص اللي عندك متلبسين ممكن تكون مجرد مخالفة تجارية ولكن اهني انت يقولك لا تتحمل جزء من هاي المخالفة نصيحة الاخيرة لك اسك فور هوب حان الوقت ان انت تطلب المساعدة على الجانب الصحي لا تنسى يا برج السرطان حان الوقت ان انت تبدل اهتمام لنفسك عندك مشكلة في القلب حان الوقت ان انت تروح تشكي للشخص المناسب لطبيب لمعالج عن هاي المشكلة حان الوقت ان انت بتدي تفضفب اذا عندك امور انت كابتها من فترة تبتدي تفضفب لا تخجل بان تسأل المساعدة لا تخجل ان انت تبعد نفسك حتى عن الامور المشبوهة كن منفتح في الفترة القادمة من اجل ان انت الناس يساعدونك انت هناك كانما حتى مع الشريك انت تعرض عليه المساعدة انت اللي واضح معاه هنا يقولك بالعكس انت محتاج ان تظهر لنفسك هذا الجانب ان تسمح للاخرين يدخلون حياتك يساعدونك خصوصا لما انت تحتاج العون تأخذ من الاشخاص المحيطين منك الجانب الجيد الجانب اللي فيه مساعدة فضفضة يعاونونك على امور معينة خذ هذا الجانب ولكن لا تسمح لهم ان بعدين تظل الاواب مفتوحة وتدخل فيه شبهات لازم انت تظل محافظ على التوازن معين عندك برج السرطان واذا قمت بهاي الامر كأنما موجود لك لا تنسى في الجانب الصحي كارت العالمة كارت العالمة هي دائما الانسانة اللي تكتم وتحافظ على الاسرار ولكن من كثر الامور من كثر ما كتمت نست نفسها في الموضوع نست ان تدير بالها على نفسها فحان الوقت يا برج السرطان ان تسمح للاخرين يدرون بالهم عليك انت وانت ايضا تعطي نفسك الامور وانت ايضا تعطي نفسك الامور اشتركوا في القناة